يمكن متابعين الحقيقة بكل التفاصيل والفعاليات اللي بتحصل في مهرجان العالمين الجديدة وبقالنا فترة كبيرة بنسمع عن كمان مدينة العالمين الجديدة وهمية مدينة العالمين الجديدة وكل التطور والمجبود الكبير والجبار اللي حصل في مدينة العالمين الجديدة عشان تخرج لنا وتخرج العالم بهذا الشكل اليليق باسم مصر الحقيقة ولو هنتكلم بشكل بقى عامش هنتكلم عن العالمين تحديدا هنتكلم عن محافظة مطروح في الأوان الأخيرة شهدت محافظة مطروح اللي بتعتبر طبعا من محافظات مصر الحدودية وهي تاني أكبر محافظات مصر بعد محافظة الوادي الجديد محافظة مطروح عسمتها مدينة مرسى مطروح حين محافظة مطروح في الفترة الأخيرة بتشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية في كافة القطاعات والمجالات وعدد جبار ومهول من المشروعات القومية تحديدا من 2014 لم تشهدها طوال العقود اللي فاتت واللي الحقيقة هتحقق التنمية الشاملة والتعظم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة اللي بتتمتع بيها مطروح مصطفى صحيح ويمكن كل الناس لحظت تطوير طريق الدولي الساحلي مثل مطروح والتطوير اللي حصل بخطة الكباري الضخمة اللي اتعملت والمسهرات المحددة اللي فاكر كويس طريق الساحل ده كان عامل ازاي؟ كان يعني حاجة صغيرة خالص حرطين يعني مين وشمال نهارده بقينا حاجة تانية خالص في خطة تنموية واستثمارية تضمنت مشروعات في قطاعات الطرق النقل الكهرباء الكباري الأنفاق غيرها من قواعد البنية التحتية شقة كتير جدا ربما قدرت الاستثمارات العامة اللي رصدت لمحافظة مطروح في ميزانية 20-20-21 حوالي 13 مليار جنيه صحيح مصطفى ويمكن الحقيقة نتكلم عن محافظة مطروح محافظة مطروح فيها يعني موارد كتير جدا وموارد هامة جدا الحقيقة مش بس بتكلم عن السياحة لكن لا بتكلم انه كمان موارد اخرى التين والبلح والزاتون ده بس لو تكلمنا على سيوة يعني اما باقي بقى محافظة مطروح فيها كمية موارد ربنا خاصها بيها كبيرة جدا فكان عشان نقدر نستغل هذه الموارد كان لازم ايضا نهتم باللوجستيات فلو كلمنا على اللوجستيات والتطوير اللي حصل فيها حيانه في مطروح تم افتتاح المرحلة الاولى من انشاء اكبر مينة تجاري بمدينة الخيلة غرب مرس مطروح بحوالي 70 كيلو ايضا المدن الجديدة ليها نصيب من ثمار التامية تم انشاء مدينة العالمين الجديدة بالسحل الشمالي وهي من المشروعات القومية العملاقة والمهم جدا الحقيقة على ارض مصر لو كلمنا على الطرق والكباري تم تنفيذ اعمال مشروع ازدواك طريق سي ومطروح خطوة نحو تطوير الطريق بطول 300 كيلو متر ده بالاضافة تنفيذ شبكة الطرق الداخلية بمدن ومركز المحافظة كمان لست في مجالات وقطاعات اخرى يا مصطفى زي الصحة والتعليم وغيره صحيح الصحة يا ربما كان لها نصيب ايضا من عمليات التنمية المستشفيات في محافظة مطروح شاهد الطفرة كبيرة جدا علشان تواكب ما يحدث من تطوير في ما يحدث في الطرق وفي الانشاءات السياحية بلغ عدد الوحدات الصحية المنشأة حوالي 507 بلغ الميزانية المقدرة لها حوالي 537 مليون جنيه